يعني كل النظرات القديمة بتتكسر حضراته وناخد انسولين مائي وانسولين معكر وانسولين مهبب وناخد قبل الاكل وناخد بعد الاكل وبوستردوز خمس مرات العالة تشك في اليوم وبعد خمس مرات ناخد عينات صايم وفاطر بالله عليك بالله عليك عندك ولد او بنت هتشكشكه في اليوم ست سبع مرات وبعد شوية بعد عشر سنين ما تلاقيش حتة بجلد البنت ولا جلد الولد تاخد فيها حق طب لو انا اديتك انسولين طبيعي تقول لي لا لو انا اديتك انسولين طبيعي تقول لي لا وبعد منظمة الصحة العالمية من الزئلة قالت ايه كل 40 umm1 سكر زيادة قدامهم واحدة إنسولين واحدة يعني يا دكتور يعني أنا بقيس السكر الصائم وانو طبعا عندنا هذا كثرة في التراواة لا المعقر لا المائي لا ألمين لا ثلاث إقلام كل هذا كلام ده تغير بس هو معناوته لسه قديم هنعمل إيه هو لسه هو متربي على كده واخد الإنسولين الماء والإنسولين معك والله العظيم تغير هم مش مسد الأستاذ في جامعة كذا طب خلي الأطفال تجي لي والله العظيم والله العظيم الأطفال بتبطل إنسولين لأن السكارة بينزل عن مية وإوعى ولد أو بنت سكاره إيه اللي عن مية تديه الإنسولين حرام عليك الإنسولين في كله كتب الطب لو زاد السكر سامعة مية وتمانين أنا زبط للناس السكر بعمل لهم طبق سلطة صغير مع علاقة حلبة طرية مع علاقة كزبارة ناشفة وفاصة توم وبتاع ده وبصلة صغيرة وكوباية زبادي أو حتة جبنة قريش أحلى طبق وألز طبق أقسم بجلال الله اللي بياخدوا الطبق ده حلبة وكزبارة وبصل وتوم ومعهم حزم الجرجير أو جزر مبشورة مع حتة جبنة قريش قبل الأكل بيزبط سكر ده إنسولين طبيعي مش عايز أقولك في الأسبوع الواحد أقسم بجلال الله عشر اتنشر طفل بيبطلوا الإنسولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مهندس عبدالعزيز رمضان ندير قناة محبي دكتور جودة محمد عوات هاخدكم في جولة سريعة هكلمكم فيها عن أحد المشاريع اللي شاركت في تنفيذها وكان من أهم المشاريع وأشهرها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وكمان في المفاجأة هلوكم عليها في نهاية الموضوع أنا مهندس مدني وفي عام الفين وستة سفرت الصعورية هناك شاركت في تنفيذ مشروع الساعة مشروع كان عبارة عن بورج الساعة وحاول المجموعة من الأبراك وأنا شاركت في تنفيذ أحد هذه الأبراك والحقيقة إن بورج الساعة مر بعدة اقتراحات لحد موصل لشكل حالي وفي عام الفين وستة ستاشر استقريت في مصر وبلد في العمل الحر واستجابة الإشعار هي نعمل اللي رفع علينا الجليل الدكتور جودة محمد عوات فبال مشاركة العادة من الدكات المهندسين والاستشارين ومكاتب هندسية دات خبرة كبيرة في المجال إنشاءات والتشتيبات اتفاقنا على عمل عدة مبادرات المبادر الأولى شط بشاءاتك بساعة التكلفة المبادر التانية ابني شاءاتك بساعة التكلفة وهتستفيدوا من أي عمل هيتم متابعتهم من خلال المجموعة من الدكات المهندسين والاستشارين ومهندسين زاد خبرة كبيرة وبنفس ساعة التكلفة وهيتم تنفيذ المبادرة في عدة مناطب القاهرة والجيزة وستة اكتوبر والفيوم ويوم بعد يوم هنزود الأماكن وكل التفاصيل هكون موجودة أسفل فيديو وبنسبة للمشاعة الكبيرة فاحنا بنرحب بها وهننفذها في أي مكان في مصر وكمان بنرحب بالتعاون مع أشركائنا العرب اللي حابين يشتروا شواء في مصر ويشتبوهوا على التواصل الخليجي بنرحب بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في الخليج العربي في مجال التوصيل من الإنشاء والمعماري ولو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر كلموني عن الأرقام الظهري أمانكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته